موسيقى مشاهدين أهلا وسهلا بكم في نشرتكم الاقتصادية تم اليوم الخميس أو يوم الخميس بجماعة والماس بإقليم الخميسات تتوقيع على اتفاقية إطار لتنفيذ برنامج حماية وتنمية سلالة الأبقار والماس زعير للفترة 2023-2030 بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والفيدرالية المغربية لمربي الأبقار أو أبقار سلالة والماس زعير الاتفاقية هاته تتمحور حول عدة محاور تشمل إنشاء وحدات نموذجية ومسارات للتلقيح لاستناع لأبقار هذه السلالة وإنتاج وتخزين جرعات التلقيح المجمدة لأبقار سلالة والماس زعير وتعزيز القدرات التقنية لمربي سلالة أو لمربي هذه السلالة إضافة إلى تنظيم المسابقات لأحسن مربي الأبقار والمشاركة في المعارض والترويج للسلالة ومنتجاتها دعا الرئيس والاتحاد العام لمقاولات المغرب شاكيب العلج الخميس بدار البيضاء إلى توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وليبيا وأكد خلال لقاء مع بعثة يقودها وزير الصناع والمعادن الليبي أن المغرب وليبيا يتقى سمان الطموح ذاته المتمثل في بناء شراكة فعالة ومثمرة تسعى إلى توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية كما شدد على أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب مستعد لبناء شراكة اقتصادية مستدامة ومبتكرة مع ليبيا مبرزا أهمية تطوير الاستثمارات التنموية وخلق فرص الشغل والقيمة المضافة المشتركة بالنسبة للبلدين الشقيقين أفادت نسخة 2021-2022 للتقرير السنوي الصادر عن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرة والمتوسطة بأن المقاولات الصغيرة جدا والصغرة والمتوسطة تمثل 99.6% من النسيج الاقتصاد المغربي التقرير هذا برز تطور وضع نسيج الانتاج الوطني على المستوى الديمغرافي والاقليم والاقتصادي والقطاعي أن 88% من هذه المقاولات الصغيرة جدا والصغرة والمتوسطة حققت سنة 2021 رقم معاملات لا يتجاوز ثلاثة أو ثلاثة ملايين درهم مقابل 88% فاصل سبعة سنة 2020 أطلقت الهيئة المغربية لسوق رسمي للشهادة الدولية لمسير محافظة الأدوات أو محافظة الأدوات المالية وأوردت الهيئة في بلاغ لها أنه في إطار تفعيل منظومة تأهيل مهني أو مهني السوق وقعت الهيئة المغربية لسوق رسميل بتاريخ 31 من أكتوبر 2023 على اتفاقية الشراكة مع معهد تشارتشورد للأوراق المالية والاستثمار وذلك من أجل اعتماد شهادة دولية مخصصة لمسير محافظ هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وأضاف المصدر إلى أنه تم اختيار هذه الشهادة التي تتألف من وحدة تقنية تشمل مجالات المعرفة المرتبطة بالتسيير لاستثمارات وحدة أخرى محلية تتعلق بقواعد سوق رسميل المغربية وأطرها التنظيمية مضيفا أن الهيئة المغربية لسوق رسميل ستقوم بتأهيل مسير محافظة الأدوات المالية بعد اجتيازهم لامتحانات الوحدتين نهاية النشر الاقتصادية يا مشاهدين نشكر لكم طيبة المتابعة في أمان الله